حظوظ نيكي هيلي في منافسة دونالد ترامب تتضاءل واستطلاعة الرأي تكرس ذلك فقد أظهر استطلاع رأي حديث أجرته جامعة وينثروب أن فرص هيلي في مسقط رأسها ولاية الساوث كارولاينا تراجعت أو كادت تتلاشى قبل نحو أسبوع من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية وحسب الاستطلاع فإنما يقرب من 65% من من أخذت آراءهم يؤيدون الرئيس السابق دونالد ترامب هذا في الوقت الذي حازت فيه هيلي على تأييد 29% فقط كما أن وجهة النظر الإيجابية للناخبين الجمهوريين حول هيلي تراجعت بشكل واضح فقد كان رأي 56% من من شملهم الاستطلاع إيجابيا بخصوص هيلي علما أن ذات النسبة كانت تصل ل71% في نوفمبر الماضي في المقابل فإن 81% من الجمهوريين في الولاية لديهم وجهة نظر إيجابية حول ترامب ويبدو بأن هيلي بدأت تدرك أن فرصها ضئيلة في ولاية الساوث كارولاينا التي كانت حكيمتها سابقا وقالت هيلي إنها لا تعتقد أن عليها بالضرورة أن تفوز في هذه الولاية ولكن بالتأكيد يجب أن تحقق نتيجة أفضل مما فعلته في نيوهامشير ولم تفوز هيلي على ترامب في الانتخابات التمهيدية الثلاثة التي أجريت لحد الآن سواء في ولاية نيوهامشير أو آيوا أو نيفادا ترجمة نانسي قنقر